أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في هذا اللقاء المبارك ذكرت عنصرين اثنين بقي العنصر الثالث الذي هو مقوم مميز لشهر رمضان باعتباره يتضمن حادثاً إنسانياً هاماً ولد الكتاب وولد القائد الذي جاء ليترجم الكتاب إلى واقع لكن ولد كذلك الشعب الذي سيتحمل آمانة هذا الكتاب وهذا المنهج في رمضان ولد شعب سيكون هو المتحمل لهذه الدعوة عبء بناء الكيان الإنساني المستنير بالكتاب تحت قيادة النبي عبءه محمول على الناس على الشعب وهذا العنصر في الحقيقة هو عنصر عندما توفر كان الدوام والاستمرار لهذه الحضارة وعندما تخلف كان السقوط والضياع لهذا الدين هذا العنصر عنصر هام الناس الذين أقبلوا على الإسلام طلب منهم أن يؤمنوا وأن يدفعوا كلفهم لم يأتوا ليأخذوا أبداً لم يأتوا طامعين لم يعتمدوا على الدولة ولم يعتمدوا على النبي ولم يعتمدوا على ثروة غيرهم طامعين في أن يهيأ لهم مكان تحت الشمس يكونون من خلاله مشرفين على حظوظ البشر الذين استجابوا لهذا النبي هم أولئك الذين باعوا أنفسهم وأموالهم مقابل إيمانهم بالجنة بأن لهم الجنة ولذلك كان عطاؤهم عطاء عظيماً وكان بناؤهم مثالاً يحتذا لأمة تريد أن تشق طريقها نحو العزة والمجد لم يأتي المجد للأوائل من هذه الأمة إلا لكونهم تهيأوا لأن يفعلوا ويقدموا شيئاً كان فيهم الخطاء والمذنب والعاصي وفيهم من أقيمت عليه حدود تنطبق عليه لأنه أغطأ وفيهم من نقص عن طريقه ولكنه رجع لكن هؤلاء جميعاً جاءوا ليشعروا بقضية أساسية هي مسؤوليتهم حيال الدين الأمة مسؤولية الانتساب لقضية عطاء لصالحها لفائدتها ودخولك للدين ليس بسبب أنك ستدخل الجنة وتعتمد على غيرك وتنتظر أن يهبك الله ما تطلب منه وإذا تخلف عن استجابة لدعائك قامت الدنيا ورقدت وإذا وصبت بمرض نكست عن الله تعالى وإذا وصبت بمكروه فقد تخلف عطائه لذلك تتخلف أنت عن هذا الدين في الحقيقة يا أبنائي عنصر الداء وسبب الدواء هو هذا العنصر الثالث الذي تعززت الدعوة به ولولاهما كان الإسلام ليصلنا كيف يصل الإسلام إلى الجزائر والمغرب وتونس على بعد ستالف كيلومتر من المدينة المنورة حيث مهبط الوحي وحيث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أولئك الرجال خرجوا على ظهر هو ظهرهم هم الذين اشتروا إبلهم والذين اشتروا مركوبهم بمالهم لينفقوا وقتا طويلا في سبيل أن ينقلوا قضية جديدة للناس لم يكن يحدوهم طمع أبدا كان البعض منهم يموت بالطريق للدغة عقرب أو للدغة ثعبان كانوا يموتون بسبب التعب ولم يكن واحد منهم يطمع أن يصل إلى المكان الذي يرغب فيه والذين وصلوا لم يطمعوا في أن يعيشوا في خضم تلك الأحداث التي تتالت عليهم ثم هجروا ديارهم الأولى واستقروا في الديار التي وصلوا إليها بنوا القيروان ونزلوا بالقيروان وأقاموا مساجد وأقاموا مدارس واشتغلوا بأمر الناس في البلاد التي وصلوا إليها ولم يكن واحد منهم يطمع في أن يرجع إلى المدينة حيث مثوى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مكة المكرمة حيث صلاة بمئة ألف صلاة لأنهم أحسوا بأن وجودهم يفرض عليهم أن يكونوا ملتزمين بقضية يدفعون وقتهم ومالهم وجهدهم من أجلها ونجاح هذه الدعوة ونجاح الإسلام كان بسبب الشعب الشعب هو الذي بناه الشعب هو الذي أقامه الشعب هو الذي تمسك بعراه الشعب هو الذي حول الإسلام إلى دولة وحول الدولة إلى دولة عزيزة وقوية وهو الذي بنى المؤسسات وهو الذي بنى الطرقات وبنى المدارس وبنى الجامعات وهو الذي سكى للناس الأموال وفتح الأسواق وهو الذي كان سبباً في الإزدهار الإسلام جاء ليبشر بواقع جديد للذين يؤمنون بالله ورسوله لكن الذين يعتمدون على الله وحده ويقللون من جهدهم قال لهم لا تكونوا كالذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قائدون بل قولوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون هكذا أشعر الأمة بأن تفعل شيئاً لصالح دينها أي تفعل شيئاً لصالح واقعها ومستقبلها وعنصر العزة في تاريخنا كان الشعب المعنية بالتغيير والمتحملة لمهمة التغيير والمسؤول عن القيام والمتحملة لضمير ينطق باسم الإنسانية جميعاً لأنه يقدم لها خيراً ولأنه يبذل لها عطاءاً هو الدعوة الجديدة المنيرة للعقول اكتمال هذه العناصر الثلاثة هو الذي أنتج ما نسميه الحضارة الإسلامية هذه الحضارة التي قامت على كتاب وقائد وشعب والتي أمكن لها أن تؤثر في تاريخ الإنسانية مدة ستة قرون تقريباً تأثيراً إيجابياً أراكم غداً إن شاء الله وإلى أن نلتقي تحية طيبة أصحف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته